شاركة موظفون من أكثر من 16 هايتك ظهر اليوم بوقفات احتجاجية في أكثر من موقع في البلاد من بينها في منطقة مجمع سارونا في مدينة تل أبيب احتجاجا على خطة الإصلاح في الجهاز القضائي التي أطلقها وزير القضاء ياريف ليفين كانت إدارة الشركات المذكورة قد أعلنت عن إدراب لمدة ساعة اليوم وحجد الموظفين للتظاهر فيما حذر قائمون على هذه الشركات أنهم قد يعلنون الإدراب لمدة أسبوع ويحذر الداعون إلى الإدراب والتظاهر من العواقب السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي في حال تم تشريع الخطة التي تشكل بالنسبة لهم انقلابا في نظام الحكم في إسرائيل من ناحية أخرى أفادت مصادر إعلامية أن منظمات العاملين في النيابة العامة والمنظمات التي تمثل المستشارين القضائيين في الوزرات تحتاج على الخطة التي أطلقها الوزير ليفين وتحذر بإعلان نزاع عمل وهو ما يفتح لها المجال لإعلان الإدراب لاحقا وإذا هذا المشهد تواصل المنظمات والجمعيات القائمة على تنظيم المظاهرات في تل أبيب والقدس وحيفا تواصل العمل لحشد المتظاهرين مرة أخرى مساء السبت القريب للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الستوديو في بث حي ومباشر الدكتورة ورود جيوسي رئيسة المعهد الأكاديمي العربي في كلية بيت بيرل التي ألقت كلمة بالمظاهر الحشدة التي شهدتها منطقة شارع كابلا في مدينة تل أبيب يوم السبت الأخير أهلاً ومرحباً بك دكتورة ورود جيوسي هنا معنا في الستوديو في البداية دكتورة ورود جيوسي مرحباً بك يا عمي أهلاً أهلاً يا عمي حدثينا أكثر عن الشعور حينما ألقيت كلمة أمام عشرات ألاف المتظاهرين من ناحية الشعور هو شعور غريب ولكن شعرت أنه كأنني بلقي كلمة أمام طلابي في محاضرة أو في مؤتمر الصراحة شعرت أنه في هناك إيش بدي أوصله كلمة بدي أوصلها رسالة بدي أوصلها أنا بعرف أنه فيه كثير سياسيين وفيه كثير خطاب وفيه كثير ناس اللي بيوصلوا بطريقة أو بأخرى بس المشكلة يعني أنه بالفترة الأخيرة الناس شايف حالها برانية كأنه ما يحدث بالدولي وهو أصلاً يسبب الخطر الأول علينا يعني المحاكم لما إحنا بنا نروح المحاكم ونلاقي كل الحكام هناك كل القضاء هم من اليمين لأنه اليمين هم اللي بديو يوظفهم فهذا الإشي صعب جداً علينا قبل أي فئة ثانية فأنا حسيت أنه لازم إحنا نشارك لازم تكون شركاء كمان في المظاهرات ولازم تكون إلنا كلمة يعني إحنا جزء لا يتجزم نهاية الدولي مع أنه إحنا أقلية فلسطينية هون في البلاد وإحنا نكون واحد وعشرين بالمئة من السكان ولكن مهم جداً أنه نسمع صوتنا فأنا أديتها كأنه واجبي يعني فلذلك كان شعوري بالارتياح أن أنا عم بحكي عن البساط العربي عن المجتمع العربي عن ضائقة وضوائق دعينا نقول أو ضائقة دعيشو الجميع تبعها ضائقة 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 المجتمع العربي وعنها عن عدم المساواة بيننا وبين المجتمع اليهودي مع أنه الدولة تدعي أنها ديمقراطية يعني صحيح أنها الدولة اليوم في مشكلة في مأزك ولكن دولة إسرائيل ولا مرة ما كانت بحق مع هذا الشعب الموجود فيها يعني ولكن الأمور تسداد سوءاً وأنا هدف الأساسي من أني أنا أحكي بهذه المظاهرة أنه في عندي نظرية بتقول هيك إذا إحنا كشعب مطلعناش ومحكناش شو عندنا كيف الشعب الآخر بده يعرف شو عندنا نين دي يجيل إلهام من السماء دي ينزل بالسماء بنزلش من السماء هل هم معنيين وبكراعو عنا لا بعرفوش إيش عنا يعني كل اللي بعرفو هي عبارة عن أراء مسبقة بعرفو إنه يعني خلان كل أراء المسبقة والمغلوطة هي السائدة في المجتمع اليهودي عنا وإذا من كله ناقصنا هيك وناقصنا هيك يفكروا إنه إحنا كذبين أو إحنا منزودها فإذا أنا أو غيري محكناش مرة ومرتين وثلاث أعساس يارفوا من إيش إحنا منعاني طبعا كل الأساس هي عدم المساواة فلذلك مش رح حصتنا يوصل فكيف حصتنا يوصل بس بهاي الطرق دكتور ورود جيوسي يعني تحدثت هناك بكلمة ما الذي أوصلته بكلمتك عن ماذا تحدثت هناك أولا أنا أتأمل إنه أنا أوصلت اللي أوصلته الصراحة إنه بعد الكلمة التي ألقيتها كثير توجهوني سواء رسائل على الواتس أب أو بالإيميل أو ناس يعني حتى الناس اللي يعرفهم مش اللي دوروا كيف بقدروا يتواصل معي يتواصلوا معاي وشكروني على الكلمة اللي قلتها وكمان الصراحة زملائي في الكلية اللي هم على الأغلب يساريين طبعا كمان حبوا شو أنا أحكيت وفعلاً يوافقوا معاي إنه اللي قلت مهم ولازم يوصل يعني أي نعم فأنا بتأمل إنه طبعا المظاهرة مش كلهم يسار نحنا نعرف إنه مظاهرات هاي بفترة أخيرة كسم منهم من الوسط وكسم منهم نخلاني نقول في الصفوف الأولى من اليمين يعني إنه هم أقلقهم فعلاً إلعبت بكل شغلة المحاكم ولكن هم أساساً حتى لو يدعوا اليسارية أو الوسطية هم ضد العرب دكتور وريود جايوسي أشير إلى أن يعني بالمظاهرة كانت أغلبية ساحقة من المتظاهرين اليهود صحيح لماذا لا نرى مشاركة للمواطنين العرب في التظاهرات هذه الحاشدة ونالك مشاركة ضعيفة جداً يعني توجدت في مدينة حيفا بالتغطية لقناتها لموقع بنات وتوجدنا كذلك في تل أبيب المشاركة العربية كانت ضعيلة للغاية نخلينا نبدأ من الانتخابات كمان مشاركتنا بالانتخابات كانت ضعيلة جداً مع كل الضغط للأحزاب مع كل هذا ضلت ضعيلة جداً المشكلة هون إنه كمان الأحزاب أنا بسمعش ولا أي تشجيع من الأحزاب إنه تشجع الناس إنه يلا إطلعوا عن المظاهرات هذا إشي بخصنا وكأنه إحنا مع عالم آخر وكأنه لا يعنينا مع إنه إحنا المتدررين زي ما كنت من الدرجة الأولى في في الشعب الإنسان البسيط بقول لك وأنا مالي أنا مساكن بهاي الدولة خلاص ماك بشارب نايم وأبصر إيش انتخابات المحلية أنا بروح أنتخب بس أنا شو بتخلني شو بصير في الدولة خليه بفخاري طبش بعضه ولا خليه اليهود بانه وبان بعض يتعاركوا وأنا مالي وهذا طبعا أكثر غلط وأنا حسب رأيي لازم يكون في توعية كبيرة جداً للمجتمع العربي سواء السياسيين أو إذا السياسيين لهم مقارب أخرى لهذا السبب لهم ليش يشجعهم لازم نلاقي الطريق اللي إحنا نوصل لعامة الشعب للناس اللي بيشتغلوا بكل مكان إنه عشان تحافظوا على الناس وعشان تتحققوا حقوقكم اللي بتطالبوا فيها لازم تطلعوا ولا أي حدا في الدنيا ما يقدر ييجي ويعملكم إشي إذا إنتوا بتعملوش لحالكم ولا حدا ما بيطالب لكم بحقوقكم إذا إنتوا نفسكم تطلعوا في صوتكم أنا عملياً إلا بأفهموا إن مشاركة المتظاهرين العرب هي بالفعل مطلوبة وضرورية حسب رأيك أنا حسب رأيي مطلوبة وضرورية جداً يعني خلينا نقول هيك نبكي متفائلين مثلاً إذا هاي المظاهرات حققت شيئاً ما يعني نقول حققت شيئاً ما ونحن لم نكن هناك طيب يعني إحنا من يستفيد وإحنا مش هناك إحنا ساهمنا كان إلنا الضار إذن لازم يكون إلنا من النتائج سؤال آخر يطرح لكن يعني قد يسمعك الآن شخص من الناصرة أو رهط أو الليدوي يقول لي نفسه ما لي ولا جهاز القضاء يعني كيف أشرت أنا قبل شوية حكيت أنا ما يكن شارب نايم ممكن أن يسمعك أحد المشاهدين في تلك البلدات الكبيرة ويعني الجهاز القضاء أصلاً المحكمة العليا لم تنصف قضيانا فلماذا يعني أمره اليوم كيف تجيبيني دكتورة ورود جيوسة بقول له أنا هيك أنا مش الإنسان اللي برفع إيدي بقول يلا ما هو مش رح يبكي النتيجة معنا بعمل إشي أنا من الناس اللي أنا بعمل شو بقدر عليه وباستنى النتائج وبحاول دائماً أناضل إذا إحنا متعلبناش كشعب إنه ما نقسش إنه ما نحطش حالنا عجانب وإحنا نناضل ونتأمل إنه نتيجة النظارة تكون إيجابية لإلنا مليح بس أنا بقدرش أحط على عجانب بقدرش أسكت يعني بالعرب الفصيح ممنوع أن نسكت سكتنا من روح تلوح علينا برأيك هل تأتي هذه المظاهرات بنتيجة؟ هل تغير من الخطة؟ أو توقفها حسب رأيك؟ ممكن اللي أنا هيك لمسته من المظاهرة ومن تلعوا على المنصة وأحكوا إنه المظاهرات سلمية حالياً يعني المظاهرات لا زارت بالطالب بعدها الكبيرة فيقلها شوية معنى شوية ضغط ولكن ممكن إنه إذا هذا الضغط لليوم ما أعطاش نتيجة إنه الإشي يزيد يعني يتصعد وربما نرى التصعد وربما نرى غير ذلك لكن سؤال يطرح إلى أي مدى الجهات المنظمة لهذه المظاهرات قادرة على حشد الناس مرة تلو الأخرى أليس من الممكن أن يمل الجمهور من الخروج للشارع دكتورة ورود جايوسة؟ حسب ما أنا شايفي بالنسبة للجمهور اليهودي لأنه بالنسبة للجمهور العربي لس ما طلعناهم مش على الشارع لما نطلعهم نشوف أما بالنسبة للجمهور اليهودي حسب ما أنا شايفي لا يمل ولا يكل وليش؟ لأنه في عندهم هدف وهدفهم إنه بدهم هدفهم يوصل فلا مستعدين إنه كل سبت يروحوا يتظاهروا يروح يوقفوا يتظاهروا هذا الإشي غريب يعني ولكن في عندهم أنا لمست الحزم في الموضوع لمست كثير ناس سمعتهم وحكيت معهم وقالوا يطلب الأمر منه كل سبت كل سبت بنطلع يعني كنا بالفعل قد تواجدنا فيتا الأبيب بقناتها لموقع بنت ورصدنا المطر الغزير والمضلات ثمانين ألف ربما مئة ألف بالسبت الأول بالسبت الأول وبعد ذلك رأينا قوات المظاهرات دكتورة ورود جيوسة كيف تفسرين عدم تطرق رئيس الحكومة وأعضاء الإتلاف الحكومي لهذه الاحتجاجات على الأقل في خطابهم وتصريحاتهم السياسية؟ يعني هذه هي سياسة السياسة جداً لعوبة يعني أنهم مش مضطرقين للموضوع وكأنه لا يهمهم ولا يحدث شيء ويعني زي هيك زي ما فيه أحياناً نهسي سيبت بتقول لا هيك يعني بس أنا بأعتقد إذا استمرت المظاهرات واستمرت الضغط اضطروا أنهم يتطرقوا هم عاملين سياسة يعني وكأنكم مش موجودين بتعرف أنه إحنا موجودين إحنا بنعمل اللي بدنا إياه ولكن هذا الإهمال هذا التظاهر بعد موجود هذه المظاهرات لن يستمر ولكن هناك دكتورة ورود جيوسة من ينتقد المعارضة أيضاً ويقول أنها غير موحدة وليس لها قيادة واحدة هي المعارضة غير موحدة وليس لها قيادة واحدة واضح جداً واللي قايدين المظاهرات هم مش أناس سياسيين يعني اللي بيقودوا هاي المظاهرات هم محاميين غروسمان هو كاتب صحي هم ناس اللي هم مش سياسيين فعشان هيك هيك الصورة تختلف منهم كذلك حاصلين على الدكتورة منهم أنت مشاركت بهذه المظاهرات وأنا شكراً ستستمرين بالمشاركة دكتورة ورود؟ ما استطعت خليناً لأنه مصطراحة مش كل ثابت أنا بقدر أنه أطلعت الأبيب ازدحمات والطرق كمان يعني أيوم بده ساعة طويلة بتمروا وأنت موجود هناك فمجوز سابت أها سابت لا إذا بدي تظلس بسابت طبعاً ولكن سأشارك بكل ما قطيت من كوة مش بس بمشاركة جسدية يعني فيزت أني أكون هناك إنما مشاركة بأرائي مشاركة بجوز تلوعي للتلفزيون للقنوات إرشاد للناس مشاركة تكون بإرشاد وتشجيع الناس إنهم ينطفضوا هي تكون مشاركة فعالة أكثر من وجودي هناك كياناً رئيسة المعهد الأكاديمي العربية في كليات بيت بيرل الدكتورة ورود جيوسي شكراً لك على هذه شكراً لك شكراً جزيلاً